أبا باين نوفا أبا باين نوفا كنا كنا نعرف هذه الغنية للإيدي لله يرحمه يستعليه في النار وفي الدكرة نقول له ما كان بس نقوله ونعرفه ما هي السر هذا أبا باين نوفا كان يا مكان حتى كالله في كل مكان وكان أحبقه السوسان ونصلي كان واحد الراجل اسمته باباين نوفا كان يسكن واحد الغابة مات المرأة خلق له الوليدات أصغار كبيرة فيهم كان في عمرها 16 عام اسمتها غريبة هذه غريبة ترقيقها وزوينة ولكن تخرج للغابة تحطب وكتخدم سراحة تأخذ الغنيمة للناس ترعام وتردهم لهم ويعطوها شي باركة كان مع المغرب يخرج وحش الغابة ويبدأ يضق في الديور يسمع شي دري صغير وكان يبدأ الصوت ويقول لهم حلو أنا أمك أنا جبت الحطاب ويقول لهم هذا باباين نوفا قال بنته بنتي تدخلي قبل المغرب ولكن إذا صبح الله طاح عليك الضلام ومنين تقربي الباب كان عندها واحد الخلخال يقول لهم ضربي الخلخال في رجليك وعندما كانت الخلخال ستأخذ هذه المغربة ويبدأت ضربة هذه العالمة بيني وبين قتل وخها لم يكن أحد من نهار وقبطوها قطعة طريق قبطوها الدولة سلتت منهم وقدت قبل المغرب خيفة من الوحش التي تأتيها وقد تسمع الأصوات والبرد والناس كلها تسد قربت الباب بدأت ضرب ماذا؟ اه باباين نوفا ماذا؟ قربت الباب ويقول لها أشكون قلت له أنا أغريبا بابا يقول لها ضربي برجليك ضربي قلت له سرقولي لا عندي انخو الخال يقول لها الدمي لجهت ضرب بيوم قلت له ما عندي سرقوا لي قلت له باش نعرفك قلت له وقد تقول له باباين نوفا ها وحش الغابة وحش الغابة وهو مسكين مر الباب كلها وكيبكي هم لا أعرف كيف هي بنتي حتى أنا كنت خاف من وحش الغابة ودخل البناتي وولدتي سوف يمكن أن يأكلهم وبقى كلس هو كيبكي وياكلت بكي برا وهنا أعرف كتشف أفاين نوفا باللي قاعدك الذي يجمعه مع بنته غير الماكلة واشتراب أنها تجيب له الخبز وأنه لا يعرف حتى يسر مكينوها وبينه وبينها وهنا مع الأسف يجبنا نعرفه باللي اللي كيخسيج معنا مع وليدتنا مخصش غير الماكلة واشتراب بالزافد الحويج الله يرحم هاد الناس اللي يخلو هاد التورات والله يرحمك أبا باين نوفا